كلم على الجانب الفني في افتتاحات النهاردة بوصف حضرتك طبعا باحث ومتخصص في شأن الانتاج الحيواني والزراعي فإزاي أنت بتشوف هذه الافتتاحات على أرض الواقع إزاي ممكن تكون فعلا عاملة أضافة وإزاي ممكن ننمي من ثروتنا الحيوانية أو حتى رقعتنا الزراعية من خلال رؤى الوزارة أو توجهات الدولة واستراتيجية مصر 2030 تمام هو في بداية الأحداث يعني نقدر نتكلم ونقول أن في خلال السبع سنوات الماضية تحقق طفرة كبيرة جدا في مشروعات سروة حيوانية وده كله كان مخطط ليه من البداية ودي جهود مستمرة بدأ معنا الاهتمامات بشكل ملحوظ في السروة حيوانية منذ عام 2017 الاهتمامات دي بدأت معنا بإطلاق العديد من المشروعات القومية للنوض بالسروة حيوانية طب إزاي هي كانت مختلفة عن سابقية؟ بدأنا في 2017 كعهد جديد من التنمية في مجالات السروة حيوانية بإطلاق العديد من المشروعات القومية وتبسيط الإجراءات للحصول على ترخيص تشغيل ودعم لصغار المربين في المقام الأول بدأ عندنا أولى هذه الاهتمامات بإطلاق المشروع القومي لإعادة إحياء البتل وده بدأ معنا منذ عام 2017 المشروع ده كان موقفنا من الاجتفاء الزاتي قبل بدء المشروع كان يتجاوز 40% من اللحم الحمراء استكمال الكلام أستاذنا أستاذ عماد نحن فعليا على أرض الوقع دلوقتي تجاوزنا الـ 60% اتفاق زيت من اللحم الحمراء وما يقترب من الـ 62% وما زيل فيه زيادات قادمة بإذن الله بدأ معنا زي ملتل حضرتك مشروع البتلو يعني نجني بعض السمر منه وما زيل فيه أيضا مشروعات سروح حيوانية طيب المشروع ده لما انطلق في 2017 كنت بتأملوا أن انتوا تشوفوا نتائج ليه بعد كم سنة لا أولا مش بعد كم سنة انت تتبور الرؤية أو نقيم المشروع ومدى نجاحه مدى نجاح المشروع أو كوضع بالنسبة لنا نقيمه بوضعية إيه؟ استثمارات اللي اتعملت في المشروع ده الدعم الفئات المستهدفة ما تم تحقيقه على أرض الوقع يعني المشروع بدأ بتخصيص مبلغ 100 مليون جنيه في عام 2017 زادت هذه المخصصات بمبلغ 500 مليون جنيه زادت ل500 مليون جنيه خلال عام 2018 و2019 تمت زيادة هذه المخصصات بمبلغ 3.6 مليار جنيه في عام 2020 زاد أيضا كمخصصات مليار جنيه في عام 2021 ما تم صرفه فعليا حتى وقتنا الحالي تجاوز عدد المستفيدين وصل معنا عدد المستفيدين لحوالي 41 ألف مستفيد بإجمال عدد رؤوس تم تمولها وصل معنا 400 تجاوز 460 ألف رأس بإجمال مبالغ تمولية تقترب من 7 مليار جنيه ترجمة نانسي قنقر